في جديد الملف الرئاسي أكدت مصادر مطلع عبر الـ OTV أن زيارة الموفد الفرنسي جونيف لودريان قائمة في موعدها في نصف الثاني من أيلول والسعي إلى جمع من وجهت إليهم الدعوات إما في قصر السنوبر إما في مجلس النواب قائم بحسب المصادر وبالنتيجة أن لودريان ليعلن فشل مبادرته وسيحيل كل المعطيات التي صارت بحوزته إلى اللجنة الخماسية في هذا الوقت لفتت المصادر إلى إمكانية أن يزور بيروت موفد قطري تحضيرا لزيارة الموفد الفرنسي من قبل اللجنة الخماسية التي تنظر بعينين إلى هذا الاستحقاق العين الأولى نحو ردود النواب على الأسئلة الفرنسية والثانية نحو مواقف رئيس المجلس الميابين بإهبر في ذكر تغييب الإمام موسى صدر في 31 الجاري وعلى الصعيد عينه كشفت بعض المعلومات الصحفية أنه في انتظار جلاء الفصل الجديد من المبادرة الفرنسية الشهر المقبل إن اللجنة الخماسية من أجل لبنان تستعد لمقاربة الملف الرئاسي اللبناني بحزم أي ما ينطبي على فرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق إلى ذلك لفتت مصادر معنية عبر الأوتيفي إلى أن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله وعلى رغم البطء إلا أنه يتقدم نوعا ما بخطوات ثابتة على أمل في الأصول إلى نتيجة في المرحلة القريبة المقبلة بالشكل الذي عرضه التيار الوطني الحر والحلول التي تقدم بها وهناك تفاؤل في هذا الإطار على الخط الرئاسي أيضا وفي حديث صحفي شدد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي والجملات على ضرورة الجلوس مع سيد حسن ناصر الله ليس من أجل انتخاب الرئيس فقط بل أيضا من أجل مستقبل لبنان مبديا عدم فهمه مبررات بعض الأفريقاء المسيحيين في رفض الحوار ومؤكدا أن لا بديل من الجلوس إلى طويلة الحوار وأضاف صحيح أن حزب الله رشح سليمان فرنجي ويتمسك به لكن في الإمكان الوصول معه إلى حل وسط إذا جلسنا وتحاورنا لا الرفض المسبق الذي يضاعف في المأزق ولا يحله يمكن محاورته على اسم آخر قال جملات أن أحدا لا يريد التسوية اليوم وشددا على أن أكثر ما نحتاجه هو تسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أي من الأطراف في هذا الفريق أو ذاك الذين يفترض بهم أن يعرفوا أن المعادلات الخارجية لا تنفع جملت وإذ لفت إلى تعويله على الدعم الخارجي لا على انتظار القرار من الخارج أشار إلى تباين واضح لدى الدول الخمس التي تتولى الاهتمام بالانتخابات الرئاسية وقال الواضح أنهم الآن غير مستعجلين وعندما وجه المبعوث الرئاسي الفرنسي سؤاليه إلى النواب فلأنه متيقن من أن تفاهمات الدول الخمس لم تنضج بعد في المقابل فأنا ردود الفعل السلبية لبعض الأفريقاء على السؤالين تشير إلى لا مبالاتهم كأن لا أحد يستعجل انتخاب الرئيس وشدد جملت على أننا لا نحتاج إلى أمر عمليات دموي لانتخاب الرئيس فالأمر يمكن أن يحصل سلميا معتبرا أن بعض الأفريقاء في الداخل لا يريدون استيعاب هذه الحقيقة أو تصديقها